مرحبا أعزائي بتمنى تكونوا كلكم بخير اليوم درسي رح يكون للمبتدئات اللي حابين يعرفوا كيف ممكن يعملوا نافذة لبوكس صغير مثل ما هون أنا عاملة بهايدا البوكس نافذة على شكل وردة ممكن تختاروا أي شكل بتحبوه شغلته بسيطة كتير رح أختار الشكل الأساسي وعمل له دبلوكات وهلأ بدي اختار الشكل اللي بدي أعمل له نافذة شفافة على سبيل المسال ممكن اختار الدائرة رح كبر شوي عشان يوضح معي المقاسات وتكون الدائرة منتصف بالطبط هلأ أنا ما فيني كتير كبر للدائرة لأنه لازم أخذ بعين الاعتبار إنه ترك مجال للقلو لما بدي سبت نافذة شفافة ترك تقريبا من كل طرف واحد سنتي باعتقادي هيك مناسب طبعا حسب انتو حضر كيف بتكون ياها النافذة تكون كبيرة أو صغيرة حسب الزوق هلأ رح أرجع أصغر البوكس وحدد البوكس مع الدائرة وأعملهم أتاج هلأ هيك صار الشكل البوكس جاهز عندي للقص رح يقص طبعا الشكل كامل البوكس مع الخطوط اللي هي منقطها هي خطوط الطي لازم نسبت قلم الطي أو العجلة لو عنا عجلة الطي كمان ومنشوف هلأ الشكل اللي أنا عملته ورده ممكن نعمل أي شكل تاني ممكن لو ما بدنا نافذة نختار الشكل الأول اللي هو بدون أي شيء وطبعا الحجم فينا نكبر ونصغر الحجم اللي أنا عاملته هو الحجم للـ A4 هلأ التصميم صار عنا جاهز مندوس على مكات رح اختار التصميم يلي بدي أنا أقصه هلأ هون الخيارات يلي شو بدنا نختار حسب وزن الورق يلي بدنا نستخدمه على سبيل المثال أنا رح استخدم هلأ وزن ورق وزنه 180 جرام فلذلك رح اختار هذا الخيار بحسه كتير مفيد لقلي تجربتي كتير هذا بحسه هو على التجربة حسب لأنه الورق اللي عندكم بقص مرتين وبيطلع القص نظيف ما فيه تداعي أني عيد عليه أو يطلع أماكن مقصوصة ومش مقصوصة فهذا دايما بيضبط معي فبختاره أنا طبعا حسب وزن الورق اللي عندكم هلأ هون أنا رح استبدل ما عندي العجلة تبع الطاي رح استخدم الألم الطاي حسب المتوفر عندكم ندوس على أبلاي وهلأ بننتقل للكريكت لحتى نقص الشكل هلأ حنبلش القص أنا طبعت على ورق الأبيض اللي بدي قصه طبعت هيدا السيم للورود حبل يكون شكل البوكس ظريف هلأ رح بلش عملية الطاي مكان العلامة اللي عملها الجهاز للأسف علامات الطاي ما بتبين بالكاميرا هلأ بدي جيب قطعة البلاستيك هاي الشفافة يلي قصيتها أكبر من حجم الوردة بدي حط القلو من الطرفين هيدا قلو عادي للورق يبيلزقها بستناها لتنشف منيح بعدها ببلش لزق البوكس بهالطريقة بالوصف رح تلاقوا لينك المشروع إذا حابين تعملوا نفس هيدا البوكس أو أكبر منه فيكن تستخدموا هيك صار عنا البوكس جاهز فيكن تختاروا أي سيم أي لون أي كاركتر حابين تعملوا أنا كمان اخترت نفس الديزاين بس الخلفية بيضة بدل الأسود حبيت الأبيض أكتر أنتوا بالكومنتات كتبولي أي واحد حبيته عملولي لايك إذا استفدتم من الدرس مع السلامة ترجمة نانسي قنقر